المعرض يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى أربعة أيام بمشاركة أربع عشر تشاركة تقنية بحرينية وبهذه المناسبة ثمن سيد طارق فخر رئيس مجلس إدارة جمعية بتك الجهود التي يبذلها سعادة الوزير من أجل النهوض بقطاع المعلومات والاتصالات في المملكة ودعم حضوره في مختلف المحافل والدعم الذي تقدمه تمكين لدعم مشاركة الشركات في المعرض ودفع التطور والتقدم في مؤسسات القطاع التقني الناشئة وتوفير جميع مستلزمات نموها من جانبه أكد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل تمكين أهمية المشاركة البحرينية الكبيرة والمميزة في المعرض والتي تهدف لمواكبة التطور العالمي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وزيادة مساهمته في الناتج الوطني منوها بحرص تمكين على دعم هذا القطاع ذو الأهمية الكبيرة في تسريع الأعمال وتوفير وظائف نوعية للبحرينيين ودعم مسيرة التحول الرقمي اشتركوا في القناة